موسيقى أهلا بكم هل تم تسليم الموصل عام 2014 لتنظيم داعش تسليما حين انسحبت فرقتان عسكريتان تابعتان للجيش قوامهما نحو 25 ألف جندي وأكثر من 30 ألف عنصر من الشرطة أمام بضع مئات من تنظيم داعش لماذا لم يحاسب المالك القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء أنذاك والقاد الذين بإمرته ولم يقدموا للمحاكمة بعد أن أعطى أوامره بالانسحاب من الموصل دون قتال من القوة الدولية والإقليمية المستفيدة من تدمير الموصل وإبادة معالمها التاريخية وقتل أهلها وتشريدهم لماذا لا تزال المدينة تحت الدمار والخراب منذ انتهاء العمليات العسكرية رغم إعلان ما يسمى بالتحرير ولماذا إعادة الإعمار فيها تعجيزية لشروط تخضع يرى البعض أنها معقدة وتخضع لإجراءات أيضا صعبة وكذلك هناك تلاعب باستغلال الميليشيات هذا الأمر سياسيا والتلاعب بملكيتها لتظل المدينة بأنقاضها لماذا يترك أهالي الموصل يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل تغول الميليشيات الموالية لإيران وانتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتفشي الفساد المالي وعمليات الابتزاز التي تفرضها المكاتب الاقتصادية للميليشيات ولماذا يظل موقف المجتمع الدولي متجاهلا للجرائم التي حدثت ولا تزال تحدث في الموصل نضع تحت الضوء مجريات أحداث الموصل وما آلت إليه من دمار وخراب وجرائم وهل كان تسليم الموصل مقدمة لتسلط الميليشيات على العراق نشاهد بداية هذا التقرير كنوا معنا سبع عجاف مرت على مدينة الموصل منذ سيطرة تنظيم داعش عليها وما تبع ذلك من سيطرة الميليشيات بعد استعادتها وما مر على أهلها العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كان الأمر يدعو للريبة والشك حين انسحبت فرقتان عسكريتان تابعتان للجيش قوامهما نحو 25 ألف جندي وأكثر من 30 ألف عنصر من الشرطة أمام بضع مئات من تنظيم داعش لتطويل جان التحقيق القضية دون تقديم نور المالكي رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة إلى القضاء بعد أن أعطأ ومره بالانسحاب من المدينة دون قتال عجز السلطة القضائية عن محاسبة المجرمين المقصرين في قضية الموصل ترك هؤلاء العابثين بمقدرات البلاد يتمدون في جرائمهم بل ويسنون القوانين التي تشرعن الانتهاكاتهم كما حصل في قانون ميليشيات الحشد الذي أسس لقوة وسلطة تضاهي المؤسسات العسكرية في محاكاة واضحة للحرس الثوري الإيراني كان من أبرز مهام تلك الميليشيات ارتكام ما اعتبر جرائم حرب ضد المدنيين وفقاً لمنظمة هيومان رايتس ووتش خلال العمليات العسكرية في نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالا وحزام بغداد أهالي الموصل يؤكدون أن مدينتهم لا تزال مدمرة منذ انتهاء العمليات العسكرية وأن إعادة الإعمار فيها تخضع لشروط تعجزية وإجراءات معقدة تتعلق باستغلال وتلاعب جهات سياسية وميليشيوية بملكيتها ويعاني أهل المدينة أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل تغول الميليشيات الموالية لإيران وانتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين وتفشي الفساد المالي وعمليات الابتزاز التي تفرضها المكاتب الاقتصادية للميليشيات ويبدو أن تسليم مدينة الموصل في عام 2014 كان مقدمة لتصدر الميليشيات وسيطرتها على زمام الأمور في العراق حتى نسجت الميليشيات شبكتها في جميع المؤسسات في العراق وأصبحت دولة داخل دولة لها قواعدها وأسلحتها وتمويلها وقيادتها بحسب صحيفة لوريون لوجور الفرنسية التي رأت أن الإفراج عن قاسم مصلح يظهر ضعف الحكومة بمحاكمة المتسببين في عشرات عمليات الاغتيالات والمئات من عمليات الخطف ضد الناشطين فيما قال الصحيفة واشنطن بوست أن اليد العليا في البلاد للميليشيات الموالية لإيران أرحب بضيوفي بداية في هذه حلقة العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام مرحبا بك سيد العقيد وأستاذ إياد العناز الباحث في مركز الأمة لدراسات ينضم عنا عبر الهاتف من عمان أستاذ إياد العناز مرحبا بك أهلا وسهلا أخي أهلا بكم أبدأ معك سيد العقيد حاتم الفلاحي إتهامات لأربع فرق عسكرية بالفرار من الموصل دون قتال لجنة قص الحقاق أثبت التورط المالكي ومن هم تحت إمرته بتسليم الموصل إلى داعش تسليما لنعود إلى بدايات استهداف الموصل وربما هي المقدمة حسب ما يراها البعض لما وصل إليه العراق حاليا ما هي أسباب هزيمة أربع فرق عسكرية أو انسحاب أربع فرق عسكرية هل تم تسليم الموصل تسليما لتنظيم داعش حينها نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لضيفك الكريم وتحية لمشاهدي قناة الرافدين حقيقة عندما نستذكر معركة الموصل أو سقوط مدينة الموصل بيد الإرهاب في عام 2014 هي ذكرى أليمة هذه الذكرى التي دمرت مدينة كبيرة جدا لها ما لها في التاريخ هذه المدينة حقيقة كانت المؤامرة عليها كبيرة جدا هناك مشروع إقليمي هذا المشروع الإقليمي نفذ بأياد داخلية يعني عندما نريد أن نتكلم عن مسألة سقوط مدينة الموصل أو تسليم مدينة الموصل لا نقول تسليم مدينة الموصل نعم تسليم نعم سلمت مدينة الموصل سلمت بدون قتال لأنه وجود أربع فرق عسكرية في مدينة الموصل كان يجب أن تكون هناك معارك مع تنظيم الدولة التي هما لا يتجاوزون إلا بضع مئات من المقاتلين أمام آلة عسكرية كبيرة جدا سلحت بتسليح أمريكي ودربت خلال تلك الفترة وتمتلك من المعدات والقدرات العسكرية ما يمكنها أن تقاوم جيوش وليس بضعة مئات من تنظيم الدولة ولكن نريد أن نقول بأنه ما جرى في مدينة الموصل هو مؤامرة إقليمية خططت لها إيران ونفذها المالكي إذا جئنا إلى ترتيب الأحداث في العراق نقول بأنه المناطق السنية خرجت في حراك سني استمر لأكثر من سنة ونص يطالبون بمطالب حقه منها التهميش وإخراج السجناء وإلى ذلك من أمور أخرى يعني هذه المناطق استخدم معها المالكي مقاربة الحل الأمني واستخدم القوى العسكرية لفض هذه المظاهرات والاعتصامات وبالتالي مبدأ استخدام القوة مع المناطق السنية كان مهيئ قبل هذه المدة إذا جئنا إلى مسألة هروب السجناء من سجن أبو غريب سنجد بأنه مسألة إطلاق عدد كبير جدا من قيادات التنظيم في تلك الفترة من سجن محكم في وسط العاصمة بغداد هي مسألة تثير الكثير من علامات الاستفهام بأنه لماذا لم تقم القوات الحكومية في تلك الفترة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هروب هؤلاء السجناء يضاف إلى ذلك بأنه تصريح رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الذي هو يعتبر جزء من العملية السياسية عندما قال بأنه عندما كنت في زيارة إلى إيران تحدث معي مسؤول إيراني وقال لي بالنص بأنه إذا لم تتفاهم مع المالكي سوف تسقط مدينة الموصل بيد الإرهاب وبالتالي هذه القوات العسكرية صدرت لها أوامر بالانسحاب وعدم القتال والدليل على هذا بأنه تركت مدينة الموصل بدون قتال لو سلمنا بهذه الفرضية نقول لماذا تم سقوط محافظة صراح الدين لماذا سقطت الكثير من المحافظات الأخرى بدون قتال أيضا مع تنظيم الدولة ثلث العراق بحسب ما يرى نعم أكيد يعني فالمؤامرة كانت كبيرة جدا بدأت من مدينة الموصل ثم تداعت المدن الأخرى بلا قتال وهربت الكثير من القوات العسكرية هذه القوات العسكرية التي بنيت على أسس طائفية بنيت على أساس المحاصصة هذه القوات لم تستطع أن تصمد عام أمام بضعة مئات من تنظيم الدولة إذا ما سلمنا بأن هذه القوات هي قوات حقيقة لم تأتي إلى هذه المدينة لكي تقاتل الإرهاب ولكي تفرض الأمن والاستقرار وإنما كانت هذه القوات الموجودة هي أحد الأسباب الرئيسية لوصول الأمور في مدينة الموصل إلى ما وصلنا إليه بحيث استخدموا جميع الأساليب لإذلال الكثير من أهالي الموصل فرضوا السيطرات اعتقالات إذلال بطريقة غير طبيعية حتى أن محافظة الموصل يقول بأنه تم سحب كافة الصلاحيات الموجودة لدى المحافظ وتسليمها إلى مهد الغراوي في تلك الفترة إذن نحن أمام مؤامرة كبيرة حقيقة نفذت من قبل المالكي ومن قبل رجال المالكي الذين كانوا في الموصل وهذه القوات هي خيانة عظمى وخيانة كبرى والدليل على هذا بأنه لم يحاكم أحد من القيادات التي كانت مسؤولة عن مدينة الموصل بنتيجة هروب هذه القوات في تلك الفترة سنتحدث عن مضوع عدم محاكمتهم ومحاسبتهم أستاذ عيادة العناز يعني نحن الموصل كانت ولازالت تحت مؤامرة خططت لها إيران ونفذها المالكي إلى أي مدى ترى أن ذلك صحيح ما الفائدة التي تحقيقها قوة إقليمية مثل أو قوة إقليمية مثل إيران من تدمير الموصل يعني ومحو آثارها التاريخية وتدمير حاضرها بسم الله الرحيم وأسعد اللهم أسألكم بحير تحياتي لك ولضيفك العزيز الأخ عاصم السلاحي ونحن المشاهدين إذا أردنا أن نأخذ الأبعاد الميدانية لما حدث خلال الفترة الماضية من سبع سنوات وقبلها ثلاثة سنوات نكون أمام وقاعة ميدانية ساهمت عبر أدوات ووسائل في هيمنة وسيطرة الميليشيات المسلحة على مدينة المصل وباقي أغضية ونواحي محافظة ثلاثة كما نرىها الآن وحالة واقعية وبأطر وبأطر دقيقة وبأدوات سمحت لها بالهيمنة الكاملة ليس فقط على المدينة والمحافظة كحالة كاملة وإنما أيضا من نواحي اقتصادية وسياسية واجتماعية وتدخل في كافة ميادين الحياة هذه الإجراءات والأحداث التي فرضت من قبل العديد من الجهات السياسية والأفرينية كانت لها بدايات والبدايات كانت واضحة منذ بداية عام 2014 وهنا تحديدا أتكلم عن الأيام والأشهر التي سبقت دخول التنظيم إلى مدينة الموصل وسيطرته عليها لمدة ثلاثة سنوات هناك البدايات كانت واضحة أن هناك كان حملية تعسف وظلم وفقهات من قبل أدوات عسكرية وأساليب وحشية تمثلت في عملية الأتقالات العشوية لمدينة الموصل وأهاليها للظلم والتعسف الذي كان يعيشه أبناء المدينة والتعدي على حقوق الإنشان فيها الحالة التي كنا نعيشها آنذاك كانت تمثل في أشاليب تشعر إلى حالة الصمد والإصهاد لحركة المواطنين لكيفية التعامل معهم لعملية أيضا استغلالهم ماديا وبالتالي أوضحت عملية فساس الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانت قايمة كل هذه الأحداث وكل هذه الوقاعة كانت مقدمة إلى تمثيل مشروع ممنهج وتنثيل مخطط بإنحان مدينة الموصل وتحقي مدينة تحتية لها هذا حدث بسبب الإجراءات الحكومية الضعيفة وما تسبب بحالة تعمد في أن تكون مدينة الموصل هكذا بهذه الأوضاع التي قامت عليها حكومة المالكي وسلمت المدينة طواعية بانسحاب والله الكل يتذكر الساعات الأولى ليوم السادس والسابة والثامن من حزيران 2014 كيف تمكنت مجاميع مسلحة من السيطرة على المدينة في شحي الأيمن كيف أن القتال لم يكن واضحا من كثير من القطاعات العسكرية التي كانت تمثل كما تفضل تقريركم أربع فرق عسكرية هي فرقتين عسكرتين في الشاحة الأيمن والأيسر وفرقة تابعة إلى الشرطة الاتحادية وهناك الشرطة المحلية ولكن مع الأسر كانت هناك خطط واضحة شياسية تدخل فيها الجانب السياسي الذي أراد أن يشيء إلى المدينة كيف بإيجاد عمليات حقيقية تسعى إلى عدم واجهة العدوات الإرهاب التي دخلت المدينة وبالتالي استغلال وضع الضائم الذي سبق عملية الانسحاب في حزيران 2014 وبالتالي هذه الأمور أدت إلى تصويق مدينة الموصر آنذاك هذا الأسلوب الذي تفضلت فيه فلماذا يحدث يحدث أنه مشروعا إيرانيا واضحا في العراق يستغل الضريفة التي أتى فيها باحتلال بعد 9 من نيسان 2014 وتحقيق حلمه في الحين وإستطرة على العراق وتحقيق مشروعه السياسي الذي يعتبر بدايات ومرتكز النقوذ داخل الوطن العربي كما نرى في عدد من العواصم العربية المشروع الإيراني هو مشروع يعني يصل إلى مرحلة الاستيطان بل يصل إلى مرحلة التغيير الدموراط الذي يرش عليه بن عيمن وصد وإعلن جيدا أن محافظة هنا هو مدينة المصر يتعتبر أمام الر الرئيسي التستراتيجي الذي يمكن أن يستخدمه في الوصول إلى الحدود العراقية السورية ويستطيع تحقيق أيضا متابات كثيرة في استخدام الحركة اللوجستية لمنشياته في عبور هذه المناطق والحدود لدعم وإسناد مشروعه داخل السورية بكل الحالة المدينة المصر أيضا لديها مقاومات اقتصادية تتمثل في اختفاج طويل وتتمثل بمناحة زراعية وصناعية وثلات ربيعية كل المقاومات هذه تتسهمت في عملية تحت يعني عملية قدام النظام الإيراني بمساعدة حكومة المالكة على محاولة الهيمنة والسيطة ربيعية المصر وقبلها كانت مرية المصر من المدن العريقة الأصوية التي تساهمت في مقارعة الاحتلال الأمريكي ومقارعة المصر والنهيمنة الإيرانية ونعلم جيدا ما كانت تحكم به هذه أبناء هذه المدينة لكن هنا أقول أنه دائما نتكلم عن الأسباب الأسباب الغائسية أن الإفقاء ليس فقط مدينة الموصل وأن الإفقاء لعراق بعيدا يستمر المشروع الإيراني والأمريكي من قبل أدنوب ونوكلاء إيراني نعم اسمحا لضيفي الكريمين ومشاهدين الكرام أن ننتقل لنشاهد هذا التقرير عن تسليم الموصل وما آلت إليه أوضاعها بعد ما يسمى بالتحرير نشاهد المترجم للقناة المترجم للقناة إذن شهادنا سوية هذا التقرير بالعودة إليك سيدة الأقيد حاتم الفلاحي هل كانت أو كانت تسليم الموصل مقدمة لازدياد سطوة الميليشيات على العراق نعم بداية دعني أقول بأنه مسألة الميليشيات كانت تتواجد قبل حزيران عام 2014 نعم الكثير من هذه الميليشيات كانت تستعرض في بغداد بسلاحها وبموافقة المالك الذي دعمها وتواطع معها بشكل كبير جدا في يوم 11 حزيران صدر التعليمات من المالكي بتشكيل جسم عسكري يضاف إلى القوات المسلحة وتم تخصيص الأسلحة وتم تخصيص الدعم اللوجستي وتم تخصيص الرواتب لهذه القوات التي تم تشكيلها يوم 11 ستة في يوم 13 ستة صدرت الفتوى من الجهاد الكفائي من المرجع السستاني الفتوى التي صدرت صدرت لدعم الأجهزة الأمنية ولم تصدر لتشكيل قوات خارج القوات المسلحة لأن الدستور العراقي يمنع تشكيل أي ميليشيات خارج القوات المسلحة وبالتالي ما قام به المالكي هو التحايل على الفتوى التي صدرت من المرجع السستاني أولا ثانيا لتنفيذ المشروع الإقليمي باتفاق مع الحرس الثوري الإيراني وباتفاق مع قائد فيلق القدس سليماني في تلك الفترة هذه الميليشيات كانت بدايتها قبل حزيران عام 2014 وأصبح لها جسم سياسي أو جسم رسمي ضمن الحكومة العراقية وضمن القوات المسلحة بعد حزيران عام 2014 بحجة أنه تنظيم الدولة سيطرة على الكثير من المدن الحكومة العراقية في تلك الفترة كانت تروم إلى عدة أشياء أولا إنهاء الحراك السلمي الذي خرج لمدة أكثر من سنة ونصف يطالب بحقوق مشروعة من المناطق السنية التي نستطيع نقول همشت في تلك الفترة بشكل كبير جدا وعانت ما عانت من السياسات الحكومية الطائفية في تلك الفترة المسألة الأخرى هو أنه هذا الجيش تراه إيران وتراه الطبق السياسي الموجود في بغداد بأنه شكل خطر كبير جدا عليهم وبالتالي يجب على هذه القوات أن تكون ضعيفة وأن تكون هذه القوات يعني نستطيع أن نقول غير قوية وهذه القوات تكون مبتذلة من قبل ولا أحد يحترم هذه القوات وبالتالي يجب أن يكون هناك حدث كبير جدا تقوم هذه القوات على أثره بالانسحاب وعدم القتال لكي تكون مبرر لتشكيل ميليشيات مسلحة ميليشيات طائفية بثوب رسمي ضمن سياق الدولة وبالتالي هي الأساس لبناء ميليشيات كما يجرى الآن بحرس نسخة من الحرس الثوري الإيراني ولكن بنسخة عراقية البداية كانت في حزيران عام 2014 واستمر الوضع إلى ما وصلنا إليه الآن إذن هي كانت مقدمة لتشكيل الحرس الثوري العراقي لكن بنسخته الإيرانية باتفاق مع إيران وبتواطئ كامل من حكومة المالكي دائما البلدان عندما تمر في ظروف صعبة وظروف استثنائية تقوم بتشكيل قوات هذه القوات تكون قوات رديفة ولكن لا يمكن لها أن تكون هي القوات الرئيسية في البلد وإنما تكون مساعدة ومعاونة إلى القوات للجيش أو للأجهزة الأمنية الأخرى هذه القوات تنتهي بمجرد أن ينتهي الحدث الذي شكلت من أجله أو الظرف الزمني الذي شكلت من أجله ولكن هذه الميليشيات أرادوا لها الاستمرار لأن مشروعها في العراق يقتضي بأن تستمر هذه الميليشيات وتكون هي المسيطرة الأولى في العراق كما يجري الآن عندما تفرض الآن إرادتها السياسية بقوة السلاح إذن نحن نتكلم عن موضوع خطير جدا يضرب الأمن القومي العراقي بشكل كبير جدا وهو الأمر الذي أنشأ هذه الميليشيات وجعلها تتسلح بأسلحة الدولة وتأخذ غطاء رسمي ثم تقوم بتنفيذ أجندة خارجية إذن مسألة سقوط الموصل وما تلاه من أحداث وصولا إلى تشريع قانون الحشد الشعبي ووصولا إلى أنه الآن بدأوا يطالبون برئاسة الحكومة بشكل مباشر والآن يطوقون مقرات الدولة بأسلحة الدولة إذن نحن نتكلم عن ميليشيات ولائية طائفية طبعا هذا الحشد هو ليس حشد واحد وإنما هناك عدة حشود موجودة في العراق هناك حشد يأتمر بأمرة المرجعية هناك حشد يأتمر بأمرة الولي الفقيه وهي الأقوى تسليحا والأكثر عددا والأكثر انتشارا الآن في العراق وهناك ميليشيات تأتمر بأمرة مختدى الصدر وهذه لا تأتمر لا بأمرة المرجعية ولا بأمرة الدولة ولا بأمرة الولي الفقيه ما الذي يجمعها؟ لا شيء يجمعها هذه أصلا تتقاطع فيما بينها يعني هناك تقاطع كبير جدا الآن وهناك إشكال حقيقي ما بين هذه الحشود إضافة إلى الحشد العشائري الذي شكل من المناطق السنية ولم يسلح كما سلح الحشد الشعبي بحيث عملية التشكيل هي عملية لتأطير الإطار الخارجي حتى يقولون بأنه الحشد شكل من جميع مكونات الشعب العراقي ولكن في الحقيقة ليس لديهم تسليح وليس لديهم أي ثقة بهم في العمل في المناطق والدليل على هذا بأنه لا زالت ميليشيات الحشد الشعبي الولائية تسيطر على المناطق السنية ولو كان لها الثقة بالحشد العشائري لتم تسليم هذه المناطق إلى الحشد العشائري من باب أولى يعني لأنه الآن المناطق السنية تعاني بشكل كبير جدا نتيجة السيطرة والهيمنة الكاملة للميليشيات الحشد الشعبي الولائية على هذه المناطق بفتح مكاتب اقتصادية الآن حتى سيطرة كاملة حتى على المحافظات سيطرة على القرارات التي تصدر هناك تحكم حتى في مسألة الانتخابات القادمة وسيكون هناك فرض بقوة السلاح لمرشحين معينين هم ينتبون إلى هذه الفصائل إذن نحن أمام مشروع متكامل مشروع عسكري وسياسي واقتصادي تنفذ هذه الميليشيات ورأينا بالفترة السابقة بأنه كيف تم اعتقال قاسم مصلح وقبلها حادثة البعثة حوادث كثيرة مع الدولة في الفترة السابقة وكان هناك تصادم حقيقي مع الحكومة ولكن إرادة الحشد تم تنفيذها بقوة السلاح واتمت استجابة الحكومة للمطالب والضغوطات التي مورست عليها بما فيها القضاء العراقي الذي أذعن نتيجة تقديم الأدلة التي قدمت لإدانة مصلح أو غير مصلح ولكنه أذعن إلى أطلاق صراحه في خلال الأيام الماضية في حين هناك اتهامات أيضا للقضاء بمواصلة المماطلة وحماية المتورطين بأحداث الموصل أيضا في هذه النقطة انتقل للأستاذ إياد العناز هل إلى أي مدى تتفق أن في العراق الآن مشروع للميليشيات وصفه العقيد حاتم الفلاحي أنه مشروع سياسي ومشروع عسكري ومشروع اقتصادي يعني هل كانت تسليم الموصل مقدمة لأن تحصل الميليشيات على كل هذه المكاسب وهذه السطوة على العراق ككل قبل قريب تحدثنا أن هناك مشروع للمنهج وهناك خطة سياسية تتبع عن نظام الإيراني في تحقيق أحلامه وهذا ما تحقفنا وكان أحد نتائج باستلال الأمريكي للعراق أن نسمح للنظام الإيراني بأن تكون أرض الإيراني مستعمة قصداً لتحركاته وأحلامه ومشارعه وما على ماذا يعتمد المشروع أي مشروع سياسي كان أو أكثر عليها أن يكون لديه أدوات وما كانت إلا الميليشيات هي الأدوات الحقيقية على الأرض وهي تدعم عسكرياً ومادياً وتدريبياً وتسليحياً من قبل هذا النظام لكي يساهم في أنهينا والسلطة على جميع ميادين حياة الإيران هو وصل إلى حد الذي يساهم في عملية اختيار ليس فقط الحكومة والوزارات بل وصل حد إلى تحديد مدايات من يكون في الوزارة الفلانية ومن يكون في الدائرة الفلانية ووصلت أيديه والدولة العميقة التي ساهمت في إنشائها المالك بالتعاون معه إلى تحديد مسؤولي الأجهزة الأمنية والاستخدارية والمهمة داخل البلد التي تتعامل مع حياة وإدامة روح الحياة في شعبنا العراقي وبالتالي تاهمت المشروع في إيجاد يعني بعض الشخصيات التي تتمتع بالولاء السياسي له وأحزاب سياسية دعمها في الداخل وتواجه سياسي في موضوع عبداللمان العراقي ومن أطور الديمقراطية التي يدعوها زورة وبغتان والتي يتخذ بها الأنبيكان بأنه أتوا بها وهي ليست أكثر من الديمقراطية دموية لو ليست دموكراطية خبراء سماسينة وتحدثوا عنها أن العراق سياسي الواحة خبراء وإنما هي مزيدا من الدماء التي تسلت مزيدا من الحقوق التي تسلت مزيدا من الشباب التي يذهب ومزيدا من الضحايا التي تتغيط قاسبيا يوميا وجاء النظام يدعم هذه العملية السياسي يدعم هذا التوجه الأمريكي بوجود حكومات تتميز معكم فكري وحضاري تستعد عن الحقيقة تستعد عن عمليه الاندماج مع المجتمع العراقي وأن تكون جزء من الشباب إنه لا تمثله سادية مع استمرار أهالي المدينة أهالي الموصل يعانون هذه المعاناة سواء بالخنق الاقتصادي أو كذلك بسطوة الميليشيات عليهم هناك أيضا مخاطر صحية فيما يخص انتشار فيروس كورونا في الموصل ترى يعني كيف تقيم موقف الأمم المتحدة مما يجري من جرائم للمدينة منذ عام 2014 وحتى الآن كيف تقيم موقف المجتمع الدولي الذي يراه الكثير أنه يتجاهل ما يجري من جرائم وانتهاكات بحق أهالي الموصل هذا ما نحن إذا تكلم عن دور الهم فنحن نكون أمام حقائق جامع ونتكلم عن عدم برؤية حقيقية بل هي بالشهادة الجور ومجاملات سياسية تعمل على قيامنا لأن المتحدة ومسلتها بل خصف بالإراب بأداء التقارير بعيدة عن الحقيقة المجانية فعيداً عن ما يعانيها ابنها الشعب لركز وتحديداً مدينة المصر لو نضم إلى مدينة المصر وما حدثنا فيها بعد الـ 2017 ومدينة العمليات العسكرية التي دارت نراها أنه تتجاه يعني تزامناً مع السؤال التي تفضلت فيه هي صورة واقعية وذنبت المدينة ماذا؟ لها تتحقيق الأسابيط وخطة العسكرية الموجوعة التي لم تراعي حياة المواصم ولم تجد ابن صاغة لعادة تذكيدها بما يتلاءم والحفاظ عن المدينة فذهبت الأرواح وتحطمت الجزور وخصفة الجزور والمستشفيات وأصبح هناك راقعاً اقتصادياً وسياسياً وصحياً وبيئياً كارثياً محطات كهربائية مع 63 مسجداً وكنيسة و23 تند و10 ألاف وحدة سكنية وتهديم 23 حيث سكني بماذا؟ بخالفات وبصواريخ موجهة وبطلعات جوية وصلت إلى 4 ألاف و6 ألاف طلعة هذه الحظم النارية ماذا كانت تستهدف؟ هل كانت تستهدف إخراج أدوات الإرهاب وهي مجامع لا يتعزى 2000 أو 3000 هل كانت تستهدف حقيقة تخليص المدينة من هؤلاء أو من هذه الأدوات الإرهابية وإنما كانت هي بإمعان في تمثيل مشروع لتحصيم البنى التحتية لهذه المدينة العربية التي تستشم بعروبتها وإسهامها وإيمانها وهي أحد الفواعد الرئيسية للمدن العربية في المنطقة الوطن العربية إذن هناك استهدف ليس فقط بالحياة إنها استهدف قضاري واستهدف وعقبوا استهدف هذه كلها كانت مقدمات لهيمنة وسيطرة الميليشيات الولائية لو سمحت سوف أعود لك مرة أخرى ساذ حاتم يعني محافظة نيناء وعندما تتحدث أن الدمار من جراء العمليات العسكرية في الجانب الأيمن المصل وصل إلى 80% وكذلك أعضاء في مجلس نيناء ويتحدثون جميع الملفات المرتبطة بالمحافظة معطلة ترى ما الذي قدمه سنة السلطة لمدينة الموصل خصوصا الذين ينتمون إلى هذه المدينة والمشاركين في العملية السياسية نعم سنة السلطة هم جزء من المشكلة وليس جزء من الحل سواء كانوا في العملية السياسية في بغداد أو سواء كانوا في الموصل حقيقة أنا أقول بأنه سقوط مدينة أو محافظة كبيرة كمدينة الموصل يعني هو وصمة عار على القادة العسكريين وعلى القادة السياسيين الذين ينتمون لهذه المحافظة أو الذين ينتمون إلى الطائفة السنية في العراق لأن سقوط محافظة بهذه العجم وبهذه المساحات الكبيرة وبهذه الأعداد البشرية وبهذه الكفاءات العلمية الراسخة وبهذا التاريخ الذي يمتد إلى آلاف السنين هو وصمة عار في جبينهم لأنها تعتبر خيانة عظمى ليس للمحافظة فقط وإنما للعراق أيضا ما جرى في الموصل هي مؤامرة كبيرة هذه المؤامرة لم تكن في بداياتها فقط في تسليم مدينة الموصل إلى الإرهاب لا وإنما حتى في عملية استعادة مدينة الموصل كانت هناك مؤامرة كبيرة جدا نفذت لتدمير هذه المدينة والدليل على هذا بأن عندما تأتي إلى مدينة الموصل في الجانب الأيمن وكأنما زلزال ضرب هذه المحافظة الكبيرة ودمرها بهذا التدمير وهذا الخراب الكبير دائما القتال في المناطق المبنية دائما يكون القتال حقيقة لقوات مدربة وقوات نخبة القتال يكون من حي إلى حي ومن شارع إلى شارع ومن دار إلى دار وبذلك تقلل الخسائر بشكل كبير جدا ولكن القوى العسكرية الكبيرة والهجمات الصاروخية التي استخدمت لإبادة المدنيين في هذه المدينة هي مؤامرة بحد ذاتها على مدينة الموصل وعلى أهل مدينة الموصل التي لا زالت بعد سنين من استعادتها لا زالوا إلى أشهر قليلة وهم يستخرجون الكثير من الجثث من تحت الأنقاض في هذه المدينة إذن نحن نتكلم يعني هؤلاء حقيقة قيادات السنة السياسيين وغيرهم يعني لا أعرف ماذا أصف موقفهم كموقف خياني لمدينة الموصل هي خيانة عظمى ولكن المشكلة بأنه لا يوجد من يحاسب هؤلاء لا كقيادة عامة للقوات المسلحة التي قامت بسحب الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية من مدينة الموصل وجعلات تتواجه مصيرها مع الإرهاب ولا مع القادة السياسيين الذين لم يحركوا ساكنا لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن سقوط هذه المدينة والمشكلة بأنه رئيس مجلس النواب كان من مدينة الموصل المحافظ كان من مدينة الموصل والآن أحدهم هو مطلوب على المادة أربعة إرهاب بينما المالكي المسؤول الأول عن القيادة العامة للقوات المسلحة والمسؤول العول عن إصدار أمر الانسحاف في مدينة الموصل لا زال يشارك في العملية السياسية ويروم الوصول إلى رئاسة وزراء قادمة في الانتخابات القادمة إذن نحن أمام إشكال حقيقي هذه اللجنة التي شكرت في البرلمان تم برئاسة حاكم الزاملي حسب محاضر التحقيق أولا تكتموا على مسألة النتائج النهائية لهذه اللجنة بشكل كبير جدا ثانيا تم إدانة ما يقارب أكثر من 35 شخصية بدءا من رئيس الوزراء وانتهاءا بالقيادات العسكرية الدنيا التي كانت مسؤولة عن القواطع في مدينة الموصل ولكن من الذي حسب من هذه القيادات؟ لا أحد حسبت بعض القيادات محاسبة شكلية فقط ليقولون بأنه تم إغلاق هذا الملف ولا يجوز لأحد أن يفتح هذا الملف مرة أخرى إذن نحن أمام مؤامرة كبيرة حقيقة هذه المؤامرة نفذتها القيادات السياسية والقيادات العسكرية التابعة لحكومة المالكي في تلك الفترة والسياسين السنة هم مشاركين بهذا التدمير لأنهم تواطئوا وصمتوا على ما جرى في مدينة الموصل أستاذ إياد عدم محاسبة المالكي والقادة الذين بإمراته ما دلالاتهم من وجهة نظرك؟ يعني واضح أن هناك أبعاد سياسي لهذا الموضوع والعيمنة والقيادة والتدكب الميدانية نحن نعلم أن السلطة القضائية هي مسخلة لإجراءات السياسيين ولمدايات مشاريع السياسية السلطة القضائية يهيماً عليه الأحزاب المتنفذة في البلاد تحديداً في بغداد وهذه السلطة القضائية لا تستطيع أن تقول كلامها وإنما تجدها دائماً توجد الأعبار وتوجد القرارات القانونية لكثير من الأزوانات التي تحصل ما بين السلطات الثلاثة و بين الأحزاب عدم حالة المسددين في موضوع سقوط مدينة الموصل إنما تحديداً كأنه مكافأة لهم على ما قاموا به يعني عندما ننظر إلى الحال الميداني نرى أنه معروف جداً من هو المتسبب إن كان من الناحية القانونية ومن الناحية العسكرية فهو الفائد العام للقوات المتلحة في أي بلد إن كان تحمل هذه المسؤولة لأنه هو من يصدر القرارات هو من يشرف على العمليات العسكرية وهو يجري ويعرف حقيقة المعلومات الاستقبالية التي سبقت هذه أعمالية الدخول العناصر الإرهابية إلى مدينة المصر وكيف وروح بعد تقارير تحدد حتى أماكن الدخول وتحدد حتى مكمياتهم وعجلاتهم وكيف أن البدايات كانت واضحة ولكن المالكي تستروا عليها وبالسبب وتعمد بإتصل حالة المصر إلى ما نحن عليه الآن وإلى سبع سنوات عجاب عانتها مدينة المصر ولازالت تعاني يعني نحن عندما نظر ليس فقط هذه العمليات العسكرية لكن الأكثر إلماً وظلماً وتعشفاً أنه نرى بعد ثلاثة سنوات يعني بعد بداية العمليات العسكرية في 2017 يومان ثلاثة من أربع سنوات لا بحقر المدينة المصر ليس هناك أي استمام بهذه المدينة لأن يراع فيها الجانب الإنساني وفي عملية الدناء وعالة الإعمالة وعادوها وتم منخبة الحكومات الشابقة أعين الأدعاة الكاري لعملية البناء والتعويضات لم يبنى لحد الآن دار السكني من قبل الحكومة لم يقام مشروع سيراتيجي أو يعادة بناء الجسور والمستشفيات لإعادة الحياة الطبيعية لا زالت هناك الأهالي ولا زالت هناك الكثير من أبناء المدينة الغيارة هم اللي يقومون ببعض الأعمال الداخلية من عملية إعادة البناء أستاذ إيادة البعض يصف يقول أن الموصل الآن ليست الموصل كالسابق يعني الموصل الآن نتيجة عمليات الإحلال السكاني أو التغيير الديمغرافي أصبحت لا تشبه الموصل في الماضي إلى أي مدى ذلك صحيح يعني هنا نقول عندما نتحدث عن الجاز باستماعي نعم عندما نجدنا تقدم بهذه الحالة عندما نجد منطقة كبيرة تحت الأيام وكانوا يشكل أكثر من خمسين أو شتين دقيقة من سكان مدينة الموصل عندما نكون نحن نكون في زائد عملية نسوح في بداية الأعداد إلى مليون ومئة ألف عندما يكون هناك خمسة وعشرين ألف طحية لا زالت تحت الأنقاب عندما نجد الدور الشكنية التي أكثر من ثلاثة وعشرين حيث كما قلت عشر ألاف واحدة شكنية كيف يستطيع الحياة أن تعود فإذن أهالي المدينة الآن وأصبحوا خاص في المدينة معظمهم وأصبحوا بعضهم ليس رابدا في ترك المدينة لكن لأنهم لا يعودون وهذه الأشباب التي تفضلت فيها هناك يعاقف عملية التعويلات ببناء لكي يستمر عملية التواجد المنشاوي والتغيير الديموراكي الذي تسعى إليه هذه المنشاوي تنفيذ المجروع الإيراني كما قلت التواجد وإلا ما لا نفهم عملية المكاتب الاقتصادية والهيئة التي تطلع على المشارع الاقتصادية في المعاظبة عدم إقامة أي عملية إلا من خلالهم تدخلهم في يعني في دوائر التجير العقاري في البلديات في الخدمات كلها أصبح تدار من قبلهم وأصبح تياداتهم الميليشياء هي من تسعى إلى السيطرة وهي سيطرة على طرار السياسي والعصاد الأسكري والأمن في المدينة فانتدى المواطنين وعانون ذلك ويعلمونه جدا والأكثر من ذلك الآن عندما تريد أن تدني مشروعا حتى وإن كان خاصا فعليك أن تقدم الولاء أو تفعو يقنون جزءا من هذه الحالة عملية الآن عملية الزراعية أو الحنطة أو الشعير إذا لم يكن لديهم أجور فيها أو حطة فيها فيتعرض أصحاب هذه الأراضي إلى كثير من انتهاكات وكثير من أكتبات نحن نتكلم عن عن مشروع ممنهج بالحيمن والسيطرة والنفوذ وهذا طبعا الأسكري ليس فقط على الجانب السياسي والعسكري وإنما الاجتماع الذي هو غايةهم ولكن كلما كانت هذه المدن تعيش حالة من الإيثار وتعيش حالة من المتاري التي تستجدها فنكون أمام حالة من الحياة من جديد لا زالت نبيل المصر تقاوم لا زالت نبيل المصر يعني يحاصرها نعم يحاصرها يحاصرها هؤلاء بقوتهم باستحقهم ولكن لا زالت لن يستطيعون انفاذ نشوع بالشكل الصحيح لأنه هناك روضا شعبيا وإن لم يظهر على العياء ولكنه في الداخل يكون واضحا أمامهم شكرا لك سيد عياد سيد حتم الفلاحي يعني الآن كيف تنظر إلى مستقبل العراق في ظل ازدياد وترسيخ سطوة الميليشيات عليه من خلال ما يجري الآن عدم السماح بعادة اعمار المدينة واستمرار مشروع التغيير الديمغرافي تسليم الموصل الذي يعني بالضبط كما وصفتم هو كان مقدم لتسليم أو لازدياد سطوة الميليشيات وتحكمها في العراق يعني الآن الميليشيات أثبتت أنها بحسب الصحف حتى عالمية تتحدث منها صحيفة أورينت لغور الفرنسية رأت أن الإفراج عن قاسم مصلح يظهر بشكل جلي وواضح يعني مدى ضعف الحكومة أمام هذه الميليشيات هل الآن العراق قد سلم مصيره بشكل كامل لهذه الميليشيات الموالية لإيران فكيف تنظر إلى مستقبله نعم لا شك بأن الصراع الآن يحتدم بشكل كبير جدا ما بين حكومة الكاظمي التي تروم الوصول إلى فترة رئاسية مقبلة وبين ميليشيات الحشد الولائية التي ترى في بقاء الكاظم الآن يشكل خطر كبير جدا على مستقبلهم السياسي والعسكري في العراق خروج قاسم مصلح حقيقة هو أولا إهانة للقوات العسكرية وإهانة لحكومة الكاظمي وإهانة للأجهزة الأمنية وإهانة للقضاء العراقي لأنه عندما تقول الحكومة بأنها قدمت الكثير من الدلائل وكثير من التسجيلات الصوتية التي تثبت تورطه في قتل الكثير من المتظاهرين إضافة إلى التهم الأخرى التي نسبت إليه من فرق الموت في البصرة إضافة إلى التهريب وما إلى ذلك من أمور أخرى وصولا إلى ضرب القواعد الأمريكية في العراق جميع هذه التهم لا يمكن أن تعفي قاسم مصلح من المسائل القانونية حتى وإن تم تحويل ملفه إلى القضاء يعني هناك مثل في العراق يقول بأنه قالوا للسارق احلف قال جاءني الفرج وبالتالي هم يعرفون جيدا بأنه القضاء العراق الآن هو قضاء مسيس وقضاء لا يستطيع أن يتخذ قرارات طالما إن السلاح المنفلت هو الذي يقول كلمته في العراق وبالتالي عملية تسليمه إلى القضاء هو إشكال كبير جدا لأنه الجهة الأمنية التي حققت معه يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة سواء لكانت لقاض مصلح أو لغيره ولكن الأمور بشكل عام بأنه الكاظمي ينظر إلى هؤلاء بأنهم تابعين لإيران وهم ينظرون إلى الكاظمي بأنه عميل أمريكي وبالتالي بقاءه إلى الانتخابات المقبلة سيشكل خطر كبير جدا عليهم إذن نحن نتكلم حقيقة عن مشروع للميليشيات هذا المشروع لا زالوا مستمرين فيه الآن أما تم تأجيل الاستعراض للميليشيات الحجد الشعبي وتم نقل الاستعراض من بغداد إلى ديالة لأنه رئيس الوزراء لا يثق بهذه الميليشيات الآن بشكل كبير جدا وهناك صراع حقيقي ما بينه وما بين هذه الميليشيات وهناك تصعيد من قبل الميليشيات هذا تصعيد شمل ضرب المواقع العسكرية الأمريكية في قاعدة فكتوريا في قاعدة بلد الجوية وهناك اغتيال الآن انتقلت من الاغتيالات لناشطين في الحراك الشعبي إلى قتل قيادات في الأجهزة الأمنية إذن نحن نقول بأنه الصراع بدأ يأخذ أشكال وأبعاد متعددة في العراق وستستمر هذه الفوضى طالما الحكومة ضعيفة وعاجزة وغير قادرة على ردع هذه الميليشيات إذن سيستمر الوضع في العراق على ما هو عليه أما بالنسبة للمحافظات حقيقة بما فيها مدينة الموصل هذه المدينة الآن التخصيصات المالية حتى في الميزانية الأخيرة أو التي قبلها خصصا للمحافظات الجنوبية ميزانيات أكبر من الميزانيات التي خصصت للمحافظات المنكوبة والتي تعرضت لعمليات عسكرية في الفترة السابقة يعني عندما نأتي ونقول لماذا تسقط قاعدة سبايكر بيد الإرهاب وهي في محافظة صلاح الدين لماذا لم تسقط مدينة سامراء بيد الإرهاب لماذا لم تسقط مصفة بيجي بيد الإرهاب إذن الأمر مفتعل والقضية مدروسة بجد ومدروسة بدقة من قبل حكومة الكاظمي المالكي ومن قبل الميليشيات وقيادة الحرس الثوري الإيراني بأن هناك مؤامرة نفذت على هذه المناطق ولا زالت مستمرة لحد هذه اللحظة أنا أقول بأنه إذا كانت الحكومة جادة في اتخاذ إجراءات حقيقية سواء كانت في مدينة الموصل أو مع هذه الميليشيات يجب أن تكون للدولة أو للحكومة كلمتها وللمؤسسات العسكرية كلمتها أيضا عملية فرض الإرادة بقوة السلاح هذا لن يبني دولة كيف لنا أن نعيد بناء الدولة وبناء الأجهزة الأمنية وبناء القضاء ولا زالت لحد هذه اللحظة الميليشيات تعمل فوق القانون وفوق الدولة في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوف الكرام سيد العقيدة ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام وشكرا لكم سادة يدعى نازل الباحث في مركز الأمة للدراسات كنت معنا عبر الهاتف من عمان في الختام تقبلوا مني أطيب تحية في أمان الله اشتركوا في القناة